أسباحة في الأهل ما أنا بقولك كله بقى لجنة الكرة تترقب تقرير البدري لتحديد قيمة الخامسة وعشرين وعودة المعارين صعبة أربع لعبين على الأقل ينتظرون الرحيل وأزمة في موليد سبعة وتسعين يعني لا يزال الاتجاه الساد في الأهل يدور حول استمرار لا حول استمرار إعارة عمر بركاته حسين السيد وصالح جمعة يا جماعة معظم الإعارات دي سنة ونص يا أخوانا هم أصلا معارين إنت لو عايز تترجحهم هتدفع في الوز الأصل في المسألة الإعارة موسم ونص موسم فمش معنى استمرارهم يعني الأهل رفضهم ده الأهل لما جي يعيرهم معظمهم سنة ونص فبالتالي أرجوكوا عشان تكتمل بس المعلومة الصح هو كده هم معارين للسنة الجاية كمان ربما يحتاج لعب أو اتنين أو ما يحتاجش فيه اتفاق إنه اللي يحتاجه يقدر يطلبه اللي يحتاجه للبيت يحرم على الجامع إذا يحتاجه الأهل هيجيبه من السعودية إذا ما يحتاجهوش هيكمل مدة الإعارة فمش معنى إنه استكمال مدة الإعارة إنه حسام البدر يرفضه بالإضافة إلى إنه لا تتوقف معاناة الأهل عند حد أزمة قيمة الخمسة وعشرين بل تمتد إلى قيمة الخمسة لموليد سبعة وتسعين تمانية وتسعين حيث يملك الأهل في صفوفه حاليا أربع لعبين بيتمرنوا مع الفريق الأول أكرم توفي وأحمد حمدي وكريم ندفت وصلاح محسن ينضم له مجموعة أخرى من المعاريم فاندي أخرى زي نصر ماهر ومحمد عضل وعمر ردوان ومحمد الغندور وباتت كل الطرق تؤدي داخل القلعة الحمراء إلى مسبحة لن تقل عن خمس نجوم على الأقل سيجري الموافقة لهم على الرحيل بجانب السناية عبدالله السعيد المعروض للبيع وحسام غالي المنتظر اعتزاله والكلام على مسبحة للناس المعارين بس خلاص لما تعرف أنه كده كده الإعارات ممتدة سنة ونص يبقى كل الكلام ده وليه مسبحة ليه كلمة تقيل أو دي وبعدين الخمسة بتوع 97 ماهي مسابقة 97 مستمرة يعني دور الشباب مستمرة دي المشكلة بقى بص لابد من وضع حلول عادلة في موضوع مسبقات النشئين أنا مصرفش على مقطع عم نشئين 15 أو 20 مليون جنيه عشان أسيب العادي باستمرار ببلاش أنا لو اللعيب هيري مني أستاذ إبراهيم برا لأنه مش متعقد معاي فبيهرب زي كوكا زي عبدالقادر ده اللي كان عندنا كده بتاخد عليه تعويض تقدر تطلب حق التربية حق التعليم في حين أن أنت من غير حاجة اللعيب يخلص عقده أو يخلص مرحلته السنية يبقى فريق بتاخدش منه منه ولا مليه معين إيه ليه يبقى له حق التعليم أو برا وما يبقى لهش حق التعليم جوا طالبنا مرارا والناس كلها مقتنعة لكن مش عايزة تنفذ في اتحاد الكور زي ما